ننتقل إلى ملف آخر مبارح دعا الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن الإعلاميين لمؤتمر صحفي مصغر قبل المؤتمر الصحفي اللي هيتعمل كمان كم يوم للإعلان عن قائمة المنتخب في أول مواجهتين رسميتين تحت قيادة الكابتن حسام حسن ضمن تصفيات كأس العالم في شهر يونيو إيه المؤتمر الصحفي ده؟ كأنها جلسة مع الإعلاميين بدون تصوير بحسب ما أرسلت للإعلاميين علشان يحضر فيها الإعلامي ويتكلم مع الكابتن حسام حسن وتصل رسائل إلى الجمهور المصري قبل أيام من إعلان القائمة كان فيها تصريحات قوية جدلية لكنها كانت من القلب الحقيقة وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع تصريحات الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن هي أنا أصدقها الحقيقة يعني هي تصريحات صادقة يعني هي مش هاعتبرها أن هي تبريرات هاعتبرها أن هي رسائل يشعر بها المدير الفني للمنتخب الكابتن حسام حسن لكن قبل ما نقرأ التصريحات مع بعض ونعلق عليها تصريح تصريح كده لأن شايف ردود فعل كبيرة قوي الحقيقة النهاردة ما فيش مجال إلا للشغل يعني ده الوضع وده حالنا وده حال المنتخب وده حال الكرة المصرية وده حال التوقفات الدولية وده حال المنافسين بتوع منتخبنا وده القماشة اللي موجودة في الكرة المصرية فلن نخترع أياما ولن نضيف لاعبين لن يولد لاعبون جدد في خلال التلات أربعة أيام اللي جاية ولن نستحدث نظاما جديدا لمسابقة الدوري في التلات أربعة أيام اللي جاية يعني من الآخر مفهومة تماما هذه الظروف اللي موجود فيها المنتخب واللي موجودة فيها الكرة المصرية واللي موجود فيها الصراع القائم على مستوى اللاعبين وحالتهم ما بين الأندية والمنتخب ومفهوم فيها حالة منتخبنا الوطني دلوقتي مقارنة بحالة المنتخبات الإفريقية ومفهوم فيها كمان 100% أن تصفيات كاس العالم مهما كانت ظروفها أفضل كثيرا من أي نسخ سابقة في التصفيات فهي برضو اسمها تصفيات كاس عالم فمش سهلة كل بقى ده مفهوم بس حبته على جنب لأنه وضع قائم وسيبقى قائما مهما عدلنا من شوية حاجات في التلات أربعة أيام اللي جاي وبالتالي إيه الحل؟ الحل هو بكل بساطة أن يقوم الكابتن حسام حسن بمعتادة أن يقوم به لاعبا ومدربا وهو أنه يشتغل لأنه أنا شايف ناس خدت التصريحات باعتبار أن هي مبررات مسبقة قبلة لقدر الله تحقيق نتائج قد تكون غير مرضية والبعض قال أنه ده بيختلف عن التصريحات اللي قالها حسام حسن المحلل الرياضي التلفزيوني قبل ما يتولى المسئولية بعيدا عن كل هذه التفسيرات ما فيش حل غير أنك تشتغل خلاص يعني وعلى فكرة ده وضع كل المنتخبات يعني أي مدرب جديد بيجي المنتخب بتاع بلده أيا كان موقف هذا المنتخب هو أنه بيجي على توقف دولي وبيحط استراتيجية بيعالج بيها ظروف قائمة بنفس الظروف اللي موجودة بس هو بقى اللي بيحط الأفكار آه أيام قليلة آه الفترة بتبقى قصيرة جدا لتوصيل الأفكار لللاعبين لكن هي دي ظروف المنتخبات طول العمر وزادت صعوبة دلوقتي لسببين واحد بسبب القصة على مستوى النظام الكروي المصري اتنين بسبب القصة على مستوى النظام الكروي العالمي هيفضل الضغط موجود وتفضل المباريات داخلة ببعض وتفضل البطولات تستحدث بعدد أكبر من الماتشات فهيفضل المساحات الموجودة لمدرب المنتخبات قليلة فلن يبقى أمام أي مدرب إلا الشغل والنتيجة تطلع بعد كده بالطريقة اللي هو بيحطها تبقى للشغل لكن في رسائل بقى كتير قوي قالها الكابتن حسام حسن ما بين النظام في الكرة في مصر ما بين لاعبي المنتخب ما بين حالتهم ما بين علاقته مع الأندية والاتحاد الكرة أو نظام المسابقة تعالى نستعرض التصريحات اللي جات على لسان الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب يلا بنا قال الكابتن حسام إنه الحضور الجماهية في الدورة الودية خلال شهر مارس لم يحدث قبل عهدنا مع المنتخب وكان يجب تعظيم هذا الأمر مظبوط خاصة وأن الجماهير حضرت بهذه الأعداد رغم بعد المسافة بالنسبة للملعب بجانب أن المباريات كانت تقام في شهر رمضان مظبوط طبعا والحقيقة أنه دي ميزة مهمة أن يعتمد عليها الكابتن حسام حسن وهي فكرة أنه الناس على غير العادة حب المدرب قبل ما يبدأ يشتغل فبالتالي الجمهور راح يحتفل بأن مدربنا هو حسام حسن يعني ربنا يدمها عليك نعمة فبالتالي مفهوم تمام الفترة الماضية كانت الجماهير تحضر بعدات قليلة قبل أمم إفريقيا يعني خمس تلاف أو عشر تلاف مشجع بس لاحظت أن البعض في المنظومة يقول أننا وصلنا كأس عالم بالفعل على أي أساس يتردد هذا الكلام في كودفور صعدنا لدور الستاشر بفضل الله لم نقدم أداءا جيدا ولم نفز في أي لقاء أما بوركينا فاسو صعد من المجموعات رغم أن مجموعته تضم الجزائر وأنجولا بجانب موريتانيا في حين أن مصر كانت في مجموعة تضم كيب بيردي وغانا وموزنبيق مضبوط طبعا يعني كلام وقائع بيتكلم حقائق بيتكلم عنها الكابتن حسام حسن